لشان تحدد حد مثلا لو انت هتحدد هو مريض سمنة ولا لا او هو يعني جسمه ووضعه عامل ازاي في احد الطرق ممكن نستخدمها غير الرؤية العينية ان احنا نستخدم حاجة اسمها البادي ماس اندكس طبعا البادي ماس اندكس دي مش بتستخدم ما تقدرش يتحدد لك كل الناس لان في بعض الناس بيبقى عندهم البادي ماس اندكس عالي بس ما بيبقاش عندهم سمنة زي مثلا لعبة كمال اجسام اللي بيبقى عندهم عضلات كتير جدا فانت عندك البادي ماس اندكس مثلا لو هو فوق التلاتين او يعني معدل تلاتين وخمسة تلاتين انت كده تعتبر اوبيس انت كده في سمنة خطيرة وكذلك لو هو تحت التمنتاشر ونص ده يعتبر انت كده نحيف فالبادي ماس اندكس هو بيبقى عبار بسهولة ان هو الاسم بتاعت وزنك على مربع طول بتاعك وزنك؟ وزنك على مربع طول بتاعك يعني اي حد يقدر يعمل حزبه اه اي حد طبعا ايه قدر يعمل الحزبه يوزل نفسه في صيدلية انت الاجهزة بتاعت الكياس دلوقتي مثلا بيطلع لك البي ام اي وبيطلع لك حاجات كتير فيه فالبي ام اي ممكن يتقس بسهولة جدا انت بتحسب البي ام اي بتاعك لو هو فوق التلاتين انت كده تعتبر اوبيس وداخل في مشاكل كتير جدا اولها بقى مشاكل كارديوفسكولار سيستم او الجهاز بقى بتاع القلب والاويات الدموية وكل الحاجات دي بتتدهور لنتيجة ان انت اوبيس اوبيس